سلام عليكم في ظل تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن بدأت حركة الحوثي انها توجه ضربتها للكيان وادعوا انهم مش قادرين يسكتوا عن اللي بيحصل في غزة ولكن مع تصاعد الاتهامات في الشارع اليمني للجماعة الحوثية وخاصة في الفترة الاخيرة واتهام الجماعة باستغلال حرب غزة لتحقيق مصالحها الشخصية فهل اصبح الدفاع عن القضية الفلسطينية مجرد وسيلة للهروب من التزامات الدول اتجاه مواطنيها وفي نفس الوقت الكيان اعلن عن عجزه لفهم ما هي الانفاق اللي بيحتمي فيها عناصر المقاومة الفلسطينية بالاضافة اللي فشلهم في الوصول الى اغزة الاسرة او الوصول الانفاق او حتى خلوة توضح لهم هم بيطلعوا لهم منين كل دو اكتر هنكشفه وعلى صعيد اخر السعودية والامارات بيواجهوا ازمة فقدان ثقة العالم العربي فيهم اللي بيحصل في العالم اسادة وايه الحقيقة وايه الكزمة بين كل الاخبار دي هنعرف كل ده بس بعد الفاصل اهلا بيكم ادعى الشعب اليمني ان الحثيين بيستغلوا الاحداث اللي بتحصل في غزة للهروب من ازمتهم الداخلية ومن تظاهر الوضع الاقتصادي في اليمن بالاضافة الى انكار الحثيين للمجاعات وحالة التشرد اللي بيعاني منها اليمنيين ويقال ان الحثيين انتهزوا فرصة العدوان الاسرائيلي على غزة للهروب من الاستحاقات المادية وواجبهم اتجاه الشعب اليمني واكد المواطنين ان الحثيين بيعتبروا اي حديث عن الحصول على المرتبات او تحسين وضع الشعب في المناطق اللي تحت سيطرتهم هو بمثابة نوع من الخيانة والمؤامرة ضد الشعب الفلسطيني في حين ان الشعب اليمني فأشد الحاجة انهم ياخدوا حقهم الشرعي في بلادهم ده غير ان المواطنين بقالهم اكتر من سبع شهور ما خدوش ولا مليم وبيتم اجبرهم بشكل خفي على انهم كملوا شغلهم في المؤسسات الحكومية والحقيقة يا جماعة ان الشعب اليمني بقالوا فترة كبيرة جدا بيعاني من تظاهر الوضع الاقتصادي وحاولوا اكتر من مرة انهم يوصلوا لحل مع الحثيين لكن كل محاولاتهم فشد وده مش كلامي ولا نابع عن تحليل شخصي ولا حاجة دي الاحصائيات العالمية هي اللي اثباتت كل ده وعلى الرغم من كل الكلام ده اعلن الحثيين عن دخولهم في حرب مع الكيان ومع امريكا بهدف مساعدة المقاومة الفلسطينية وتوفير الدعم العربي ليهم تقلد محاولات مصر والرئيس السيسي في مساعدة الفلسطينيين وبنفس الطريقة اللي اتباعها السيسي اعلن الحثيين عن ارسال مساعدات مالية وغذائية لقطاع جزة وتواصلوا مع القيادات العسكرية علشان يدخلوا المساعدات الانسانية وعلى الرغم من قصف الحثيين المستمرة للكيان لكنهم رفضوا الرد عليهم واخدوا وضع الدفاع عن نفسهم وضد صواريخ الفصائل الحثية لان ببساطة الكيان لو دخل في حرب مع اليمن واطلقوا صواريخهم لضرب الحثيين فده معناه عبور تلك السواريخ في المجال الجوي لبعض الدول اللي في المنطقة وده حيعرض حياة المدنيين للخطر ده غير ان الاستقرار مع هذه الدول العربية امر اصبح ضروري بالنسبة ليهم بالاضافة الى ان الكيان سيب منطقة الشرق الاوسط دي لامريكا لانها الوحيدة اللي تقدر تقف وشهم بسبب المعونات والعلاقات الدبلوماسية اللي بتجمع منهم ده بوجهة نظر اسرائيل وحاليا الكيان مشغول في الرد على هجمات سوريا ولبنان علاوة على حصارهم لقطاع غزة يعني بالعربي كده الجماعة مش فضيين لليمن بالمرة السعودية والامارات حرصين على التفاهم السلمي لكنهم في نفس الوقت بيوجهوا اتهامات من الشعب العربي بسبب مساعدتهم لامريكا حيث ان الدولتين توصلوا مع القيادات التابعة لامريكا والكيان بعد زيادة الهجمات اليمنية على الحدود الكيان وبدأت الدولتين رحلة المفاوضات مع الحثيين واستعانوا بطارق صالح المسؤول عن قيادة القوات المسلحة من ابو ظبي لليمن علشان يتواصل مع الجماعة ويفهمهم ان حالة التصعيد العسكري اللي بيعملوها هتكون سبب في تدمير دول الشرق الاوسط لكن الحثيين رفضوا واستمروا في قصف الكيان وطبعا القرار ده تسبب في غضب الدول المشاركة في المحادسات وعلى رأسهم السعودية كلام ده جماعة انا مش بنكر دور اي دولة ولكن خلي بالكم السعودية عم لدور مهم جدا في المنطقة واللي ما يعرفش ان السعودية كانت دخلة في حرب طاحنة مع الحثيين بسبب هجوم الحثيين على مدينة عدن سنة 2015 واستغاست الملك عبد الرب منصور هادي بالسعودية لتصد للهجوم ومن ساعتها والعلاقات السعودية اليمنية في حالة عداء مستمر والموضوع تدهور بعد ما اعلن حركة الحوسي عن قيابهم باستعراض عسكري على الحدود السعودية علشان يظهروا قوتهم وكفاءة الاسلحة اللي بيستخدموها خدوا بالكم الموضوع عمل ازاي خدوا بالكم كويس جدا سيظل العداء ما بين السعودية واليمن لفترة طولة جدا وعلى الرغم من تحذيرات امريكا المستمرة لوقف جيش الكيام من الخوض في حرب الانفاء مع المقاومة الفلسطينية ولكن غرورهم صور لهم انهم قادرين على تدمير نقطة القوة اللي بتعتمد عليها المقاومة الفلسطينية فقاموا بحجد بعض الجنود في احد الانفاء التابعة للمقاومة الفلسطينية علشان يضمروا هذه الانفاق ويشلوا حركة المقاومة وفي نفس الوقت علشان برضو يظهروا قوتهم ويكتشفوا نوعية الاسلحة اللي بيستخدموها ويعرفوا دواخي الانفاء ومخارجها لكن تفاجئ جنود الكيان بحدوث انفجار هائل ادى لمقتل خمسة من جنود الكيان بسبب قيام عناصر المقاومة بوضع عبوات ناسفة في الانفاء تحسبا لاي هجوم عليهم في اي وقت والهدف من تعدد الانفاء اللي بتستخدمها عناصر المقاومة وتفخخها بالقنابل هو جعلها كمصيضة للكيان لان الانفاء ما بقتش مجرد مكان يتجمع عناصر المقاومة فيه بل اصبح مقبرة لجنود جيش الكيان اللي بتخش المكان ده واخدين بالكم الموضوع عامل ازاي الموضوع زي ما بقول لحضراتكم اصبح مصيضة بالحرف اللي انا بقول لحضراتكم بعد محاولات فشلة من جيش الكيان عشان يوصلوا الى الاسرة قرروا انهم يلجأوا الى المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية وخاصة بسبب فشل جيش الكيان المحتل في تهدئة المستوطنين ومن المقترح ان يتم عقد صفقة لتبادل الاسرة حيث ان المقاومة الفلسطينية طلبت الكيان باطلاق صراح 6000 فلسطيني مقابل الافراج عن 240 رهينة في ظل اشتعال اوضاع الداخلية وتظاهر السياسة العسكرية للكيان فالقيادة السياسية للكيان قرروا يعيدوا النظر في مطالب المقاومة بشرط ان الحرب تستمر بينهم للقضاء على عناصر حماس الرئيس الامريكي جو بايدن رحب بالقرار ده وشجع رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو على الموافقة على هذا الاقتراح من اجل اعادة ثقة موطنين للكيان في السياسة اللي بيتبعوها ومن المحتمل نتنياهو يقبل هذا الاختراح بسبب تعرض حكومته للضغوط الداخلية والخارجية وفي النهاية اهزاء المشاهدين هل تعتقدوا ان صفقة تبادل الاسرة ممكن تكون مجرد طعم من المقاومة الفلسطينية لحد ما جيش الكيان يستردوا الاسرة ومن ثم يبدأ المقاومة من دون اي خوف ولا ايه اللي ممكن يحصل اكتمونا في الكونتات شاركونا بقراكم في التعليقات واستنونا في حلقة جديدة كان معاكم انا اخوكم احمد الحكيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة